بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الرابع من الشابطر الثالث بين عنوان Centering the Drawing سوف نشرح كيفية رسم المجسم بتاعنا والمنظور في وسط اللوحة يعني هذه اللوحة بتاعنا لازم نعرف نحدد نقطة البداية بتاع المنظور بتاعنا افترض لو حددناها خطأ وبدأنا نرسم من هنا ممكن تكون جزء من الرسمة براء اللوحة وكده تكون الرسمة بتاعنا خطأ يعني تحديد نقطة البداية دي مهمة جدا في رسم ايه؟ رسم المنظور عشان نحدد نقطة البداية في بعض المعلومات الرياضية المهمة لازم نعرفها هنا اخذنا المثلث قائم الزاوية ونعرف انه كوزاين 30 هو يساوي A يساوي AB اللي هو الوتر او المجاور على A على الوتر اللي هو AC يعني من هنا ممكن نكتب انه AB تساوي AC ضرب A ضرب كوزاين 30 كوزاين 30 هي تساوي 0.866 يعني في النهاية محتاجين نعرف انه AB هذا طول الذلع اللي هو المجاور يساوي A يساوي 0.866 اللي هو كوزاين 30 ضرب A ضرب AC اللي هو A اللي هو الوتر دي معلومة مهمة محتاجين نعرفها المجاور يساوي A يساوي كوزاين 30 ضرب A ضرب الوتر المعلومة الثانية اللي محتاجين نعرفها هي A هي انه ساين 30 هي تساوي A تساوي BC اللي هو المقابل على A على الوتر اللي هو الAC من المعادلة دي ممكن نكتب BC يساوي الAC ضرب ساين 30 نعوض ساين 30 بA ب 0.5 ساين 30 هي تساوي 0.5 هنتحصل على ايه؟ هنتحصل على BC تساوي 0.5 ضرب AC يعني ايه بكل بساطة؟ يعني الظلع المقابل الظلع المقابل اللي هو هنا بي سي يساوي ايه؟ يساوي 0.5 ضرب A ضرب الوتر بتاعنا ودي معادلة مهمة محتاجينها عشان نحسب ايه؟ نقطة البداية لما نيجي نرسم المنظور خلينا ناخد المثال التالي هذا المثال بتاعنا والسؤال هو المفروض اعادة رسم هذا المجسم عشان نرسم المجسم ده او المنظور ده والليزومترك محتاجين نعرف نقطة البداية هذه نقطة البداية عندنا ده الـ X بتاعي ده الـ Y وده A وده Z بتاعي وعايزين نحدد نقطة البداية هنا عندي في اتجاه في اتجاه الـ X عندي مسافة تساوي 80 زايد A زايد 40 دي اول حاجة لازم نعرفها ونحددها يعني هروح في اتجاه الـ X مسافة كم مسافة 120 هروح في اتجاه الـ Y مسافة 100 جبناها منين 100 هي 70 زايد A زايد 15 زايد A زايد 15 اللي هي المسافة دي دي بتاعتينا 100 وهروح في اتجاه الزد اللي هو ارتفاع المنظور بتاعنا مسافة 80 جبتها منين 80 عندي 50 هنا ارتفاع زايد A زايد 30 50 زايد 30 بيعطينا كم بيعطينا 80 وكده حددت ابعاد المنظور بتاعي في اتجاه الـ X 120 في اتجاه الـ Y 100 في اتجاه Z 80 نكمل البوكس بتاعنا ومتوازن المستطيلات اللي هنرسم داخله المنظور هنا هرتفع من مسافة 80 من ناحية التانية كمان هرتفع مسافة 80 ونوصل النقطة هذي بهذه وبعدها النقطة هذي بهذه وهذي بهذه يعني المنظور بتاعنا هيكون فين هيكون داخل متوازن المستطيلات ده لكن السؤال فين هي نقطة البداية يعني ايه كم هي المسافة دي من تحت الورقة وكم هذي المسافة من اليمين الورقة تحديد نقطة البداية يحتاج نجيب المسافة دي ممكن نسميه L1 ونجيب المسافة دي ممكن نسميه L2 عشان نحدد مكان نقطة البداية هنحاول نحسب الارتفاع الكلي بتاع البوكس او متوازن المستطيلات اللي حيكون موجود فيه المنظور بتاعه يعني المنظور هذا ليزومترك ده حيكون داخل داخل البوكس ده الارتفاع ده الكلي هو المفروض هو المفروض 05 اللي هو ساين 30 ضارب 100 100 هي ايه؟ هي طول الذلعدة اللي هي نفس طول الذلعدة اللي هي نفس طول الذلعدة السفر الخمسة دي قلنا هي ساين 30 هذه الزاوية بتاعي 30 هذه الزاوية بتاعي 30 درجة وهذا الذلع المقابل قلنا يساوي ايه؟ يساوي ساين 30 ضارب ايه؟ ضارب طول الوتر هذا الوتر بتاعي اللي طوله 100 هنضيف للخمسين دي هنضيف لها كم؟ هنضيف لها 80 اللي هي طول الذلعدة 80 وهنضيف لها 80 كمان طول الذلعدة اللي هو الذلع المقابل بتاع المثلث بتاعي اللي هو يساوي 05 اللي هي ساين 30 ضارب 120 120 هي طول الوتر بتاعي في المثلث ده هنتحصل على ايه؟ هنتحصل على 60 يعني في النهاية الارتفاع الكلي بتاع البوكس بتاعي يساوي ايه؟ يساوي 50 زايد 80 زايد 60 50 زايد 80 زايد 60 بتعطينا 190 يعني الارتفاع الكلي بتاعي يساوي 190 ارتفاع الورقة 247 يعني هنشيل 190 هنشيلها من 247 ونقسمها على كم ونقسمها على ايه؟ على اثنين ليه نقسمها على اثنين؟ لأنه عندي فراغ فوق وعندي فراغ تحت كل فراغ ده بيمثل كم؟ بيمثل 28 ملي متر يعني مكان نقطة البداية حيكون فين؟ حيكون على ارتفاع 28 من تحت ارتفاع 28 ملي متر باقي ايه؟ باقي المسافة اللي هنجيبها من اليمين هنا هنعمل نعم نفس الحاجة هنحسب العرض بتاعي المجسم بتاعي هذا العرض كله هحاول احسبه عندي اول مسافة اللي هي هذه وعندي هنا الزاوية 30 يعني المسافة دي اللي هي بتمثل المجاور قلنا يساوي ايه المجاور؟ يساوي كوزاين 30 ضارب ايه؟ ضارب طول الوتر بتاعنا اللي هو 100 0 866 ضارب 100 بيعطينا 87 يعني الخط ده الافقي طوله كم؟ طوله 87 باقي ايه؟ باقي الجزء ده اللي هو ايه؟ اللي هو الخط او الظلع المجاور بتاع المثلث بتاعي وهنا عندي ايه؟ زاوية 30 قلنا المجاور يساوي كوزاين 30 ضارب طول الوتر الوتر بتاعي ده هو 120 كوزاين 30 0 8 6 6 ضارب 120 بيعطينا كم؟ يعطينا 104 يعني العرض الكلي بتاعي البوكس بتاعي العرض ده الكلي يساوي ايه؟ يساوي 87 زايد 104 87 زايد 104 يساوي 191 نصف الورقة بتاعي نصف الورقة هو 200 ملي متر هذي الميتين بتاعي 200 ملي متر هنشيل 191 هنشيلها من فين؟ هنشيلها من 200 ونقسمها على اثنين هنتحصل على أربعة يعني ايه؟ الأربعة دي بتمثل ايه؟ الأربعة بتمثل الفراغ ده أربعة ملي متر وده الفراغ ده أربعة ملي متر يعني لو عايز اتحصل على مكان نقطة البداية لازم اجمع المسافة دي مع المسافة دي يعني ايه؟ اجمع 104 وأربعة أجمع 104 زايد أربعة 104 زايد أربعة هتحصل على 180 يعني المسافة دي كلها من هنا من يمين الورقة للمركز بتاعي هي تساوي 180 وكده حصلت على مكان نقطة البداية من هناك تساوي اشتركوا في القناة لكم من هناك دعوة أربعة